منذ إشراقة شمس الصباح ووفق ضوابط وتدابير احترازية واسعة استقبل طاقم ومعلم مدرسة الوفاء لتنمية القدرات فرع الرمل التابعة لمدينة الشارقة للخدمة الإنسانية طلبهم ذوي لعاقة بكل حفاوة وترحيب جهزنا جميع الأمور وكنا على الاستعداد التام في استقبال الطلاب من قياس حرارة وفحص بي سي آر قبل الدوام للطالب أو لولي الأمر وكذلك في عندنا استبانات تم رسالها للأسر وتعهدات معينة يتم توقيع فيها من قبل الأسر على الصحة والسلام فعاليات العام الدراسي الجديد بدأت في جميع فصول وأقصى من مدرسة بكل حيوية وإيجابية سعياً في استمرار الخدمة التعليمية مع تطوير البرامج والأنشطة وفق أحدث الممارسات واستكمالاً للإنجازات التي تحققت خلال مرحلة التعلمية عن بعد والتي تأتي بهدف تحفيز الطلب من ذوي الإعاقة وتشجيعهم على تجديد نشاطهم الحسي والحركي وتقوية مهاراتهم بعد الانقطاع الذي دام فترة طويلة عن المدرسة بالنسبة لأنشطة طبعاً بيبقى فيه إجراءات شوية أكتر من أي مكان حرص لأن بطبيعة الأنشطة فيه تجمعات فيه أولاد فيه مجمعات كبيرة فنحاول نحن إن شاء الله البرامج الأنشطة ما تقفش مع الاتخاذ أو الاتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الموجودة بطبيعة العمل نحن بدأ ما كنا بنعمل أنشطة بشكل جماعي بنحاول نقلل العدد يكون بشكل فردي أو مجمعات بسيطة مع اتخاذ المسافات المناسبة للطلاب جهود مدرسة الوفاء لتنمية القدرات فرع الرمل التابعة لمدينة الشارقة للخدمة الإنسانية مستمرة لتوفير موسم دراسي آمن يملأه العطاء والتفاني وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يتوافق مع طبيعة الظروف الراهنة التي تستدعي المتابعة والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدرسي وأولياء الأمور حياكم الله مشاهدين من جديد مستمرين في الحديث حول استقبال مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية للطلبة ذوي الإعاقة وتحديدا مع مدرسة الوفاء لتنمية القدرات يسعدنا أن نرحب بالأستاذ عبد الناصر أحمد درويش نائم مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات فرع الرملة التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حياك الأستاذي نورتنا اليوم في برامج أماسي مبارك لكم بالتأكيد هذه العودة الحميدة للمدارسنا عودة طلابنا لينتعشون في مدارسهم يعني يعودوا للفعاليات المتواجدة في المدارس ليعود الطالب إلى حياته الطبيعية نتحدث اليوم في البداية عن كيف لامستهم في البداية شعورهم وهم قادمين إليكم في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات وكذلك في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في بداية هذا العام بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أول شيء على الاستضافة الله خلقك وتسليط الضوء على عودة الأشخاص من دولة عاخة صحيح إلى مقاعد التعليم وهذا شيء مهم جدا حقيقة نعم نحن صحيح في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات خططنا الاستقبال الطلبة بشكل مميز وبشكل ممتع ولكن فاجأون أنهم هم الذين استقبلونا جميل ما شاء الله بابتساماتهم بضحكاتهم بتعبيراتهم عن الأشتياق للمدرسة وضعنا عدة برامج في اليوم الأول وطبعا بدأنا حتى مبكرا هذه السنة معهم حتى سرعة التكيف سرعة التكيف مع البيئة خاصة هناك بعض الطلبة الجدد طبعا دوما بعض الطلبة في يوم الثلاثاء الماضي والأربعاء والخميس هو كان مقرر طبعا الأسبوع يكون تقييم ومقابلات أولياء أمور ولكن نحن عمدنا إلى تسريع العملية حتى نكون نحن أيضا إذا كان هناك أي مستجد أيضا نتعامل معه في المستقبل الحقيقة عودة الطلاب كانت رائعة جدا بالنسبة لنا ولهم أيضا كانت المدرسة بدونهم الكل اشتاق لمقاعد سادة اشتاقنا للطلبة أكثر اشتاقنا للتعلم عن قرب مباشرة مع الطلاب بالاحتكاك بهم التواصل معهم التواصل البصري التواصل اللفظي والحمد لله رب العالمين إن شاء الله تكون العودة آمنة وتدريجية وربنا يسلم الجميع الله يسر الأمور إن شاء الله أستاذ عبد الناصر نتحدث اليوم عن تجهيزكم لاستقبال هؤلاء الطلبة بالإجراءات وتدابير الوقائي التي تم اتخاذها من قبل الوزارات بشكل عام نتحدث عن هذه التجهيزات مع مدرسة الوفق أكيد نحن من ضمن المجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة مؤسسة قائمة نحن من بداية الجائحة ونحن نتبع الإجراءات الاحترازية حسب قوانين الدولة وبزيادة أيضا لأن طلبتنا أيضا لديهم بعض الأمراض لديهم بعض المصاعب الصحية التي ترافق الإعاقة الطالب طبعا دخل المدرسة ومعه الفحص البي سي آر حتى أولياء الأمور حتى نتأكد طبعا هو من أجل ضمان صحة الجميع بالنهاية وضمان صحة الجميع هي ضرورية جدا لأنه كل شيء كله مرتبط في بعضه التعقيم دائم تعقيم داخل المدرسة تعقيم داخل الفصل تعقيم الأدوات تعقيم الوسائل أعدادنا أيضا من الأسبوع الأول وعملية مقابلات أولياء الأمور سواء أونلاين أو بحضور ولي الأمر كانت لنا أعدادات أيضا مقابلة أولياء الأمور هي عملية جزء من عملية التقييم وهو وهي نقطة البداية في تقييم الطلب الطلب طبعا عملية التقييم إنهم تمت بتجهيز الأدوات بتجهيز المقاييس بتجهيز جميع الوسائل عملية التباعد داخل الفصول الكاملة الحمد لله رب العالمين في مدرسة الوفاء لتنمية القدرات هناك فصول متسعة جدا حتى أكثر من متر هناك التباعد موجود لبس الكمامات لما لا يستطيع طبعا ساعدنا أيضا دعمنا أولياء الأمور في عملية الفحص البي سي آر لبعض الطلبة الذين لا يتمكنوا من الجلوس وأخذ بدعمهم بالمعلمين بذهاب المعلمين معهم بدعمهم أيضا دعمناهم أيضا إذا لم يستطع الطالب مثلا الحصول على بي سي آر كان بإمكانه بعض الطلبة قليلين جدا يأخذ مثلا فحص الدم عينة الدم كانت تكفي لأنه الطالب فكنا نخفف الضغط على الأسرة ونخفف الضغط على الطلاب والتجهيزات أيضا كانت تجتمل على المرافق كاملة تجهيز المرافق كاملة من حمامات من مطبخ من صالات رياضية أيضا كنا نعمل قبل دوام الطلاب أيضا على إعادة والتواصل وعلى إعادة الأنشطة السابقة التي كانت قبل الجائحة مثل العلاج بالخيل والماء هذه الخدمات سنقدمها للطلاب عن قرب هذه السنة وإن شاء الله سنستمر في الدوام الحضوري مع الطلبة جميع تحلت كذلك السادة عبد الناصر ما الفئات العمري التي تم استقبالها من قبل مدرسة الوفاء لتنمية القدرات في هذه طبعا مدرسة الوفاء لتنمية القدرات فيها فرع الرئيسيين فرع اليربوك الموجود في المركز مدينة الشارق الخدمات الإنسانية استقبل الطلبة من خمسة ولغاية عشرة ثم ننتقل الطلاب من عشرة إلى الستاش إلى مدرسة الوفاء لتنمية القدرات فيها الرملة الموجود في منطقة الرملة نستقبل جميع أنواع الإعاقات الذهنية وحتى الإعاقات المتعددة والإعاقات الشديدة أيضا وأيضا هناك عدد بين الطلبة لا بأس فيهم من ذوي طيف التوحد داخل المدرسة وكل طالب حسب إعاقته وحسب تقييمه وحسب تشخيصه يأخذ الخدمات المناسبة ويكون هناك فريق عمل متكامل يعمل مع الطالب من البداية في التقييم من أخصاء اجتماعي إلى أخصاء نفسي إلى معلم إلى إشراف تربوي إلى أخصاء علاج طبيعي وعلاج وظيفي أيضا هناك الخدمة الفردية خدمة الطالب الجسات الفردية كل هذا الفريق يكون متكامل موجود أثناء تقييم الطالب وطبعا بالإضافة إلى عنصر أساسي في فريق العمل وهي الأسرة دائما متواجدة في عملية التقييم وهي الدعم الأساسي لهذا الطالب وهي الدعم طبعا أكيد تحدث كذلك أستاذ عبد الناصر يعني انقطاع الطلبة لا شك أثر على الطلبة ذوي الإعاقة يمكن أعطاهم عدم تقبل الشخص الآخر كيف تستطيع التعامل مع هذه الفئة والله يعني أنا سأتكلم من ناحية العكسية يعني عملية التقبل عندهم أكثر أكثر أصار يعني أحمد الله يعني عملية التكيف مع الوضع كانت رائعة يعني ما في ليش لأنه أثناء التعلم عن بعد كان التواصل يومي وكان التواصل أكثر من التواصل من قبل يعني مثلا دوام حضوري الطالب يأتي الساعة مثلا السابع ونصف صباحا لغاية الساعة مثلا الواحد ونصف ظهرا وخلص وهناك دفتر تواصل بين الأسرة وبين المعلم صحيح الواجبات مثلا أو إخبارهم بما حصل اليوم أو الأهداف لكن بالتعلم عن بعد أونلاين كانت فترات التواصل أطول جميل كان التواصل بين المعلم وبين المدرسة وبين الأسرة وبين الطالب كانت أطول فلذلك يعني عملية التكيف في أول يوم في أول لحظة جميل لكن ممكن طلاب بعض الطلاب الجدد المنتقلين مثلا من فرع اليارموك بعد ما يوسطوا العشر سنوات إلى أو طلاب قوائم الانتظار قد يعني ننتظر منهم يوم فقط كي يتكيفوا طبعا في طلاب مبادرين حتى الطلبة من دور يعاقذيني هم مبادرين للتعرف على بنعملهم برامج أول يوم طبعا الطابور تحببهم بتكيف المدرسة الطابور بنعرف فيهم بنعززهم بنحييهم طبعا أمام زملائهم تهدوا تحبوا أيضا بعض الهدايا البسيطة جميلة الفعاليات طبعا هذه الفعاليات في أول يوم وثاني يوم يوميا الطابور الصباح هذا مهم جدا يعني عملية عملية ممتعة بالنسبة للطالب حتى ركوب الباص من البيت للمدرسة وتعتبر بالنسبة له ينتظرها ينتظرها بشوق نعم يعني السيد عبد الناصر كيف رأيتم ردود أفعال أولياء الأمور مع الطلبة مع أول يوم يعني تقريبا كان أول أسبوع لنسبوع الماضي كيف كان يعني ردة فعلهم أثناء عودتهم إلى مقاعدهم أثناء يعني تواجدهم مع معلميهم الذين غابوا عنهم مدة سنة تقريبا يعني النسبة للعظمى من أولياء الأمور كانوا جدا جدا مسرورين بعودة أبنائهم لأن هناك فيه فرق بين التعليم التعليم الواقع والتعليم الحضوري هناك فرق خاصة مع دول إعاقة لأنه يحتاجون التواصل المباشر وخاصة الطلاب الذين عندهم جلسات علاجية صحيح فيه علاج تخاطب علاج طبيعي علاج وظيفي فأولياء الأمور كثير يعني نحن لا نقول أنه التعليم عن بعد لم يستفيدوا منه استفادوا الحمد لله رب العالمي وفيه استفادات كمان جانبية يعني حتى يعني تعلم التكنولوجيا الجرأة في التعامل مع الأجهزة صحيح كانت يعني مفاجأة بالنسبة إنا حتى يعني كيف الطلاب تكيفوا بيفتح الجهاز بيفتح البرنامج اكتساب خبرة خلال هذه الفترة يعني أستاذ الناصر نعم اكتساب خبرة من خلال التعامل مع هذه الأجهزة اكتسبوا خبرة واحنا أيضا نكتسبنا خبرة صحيح يعني احنا فيه أشياء كتير عرفناها من خلال التعلم عن بعد يعني هذه من الجوانب الإيجائبية اللي احنا بنستغلها وأولياء الأمور أيضا بنستغلوها بالنسبة لطلابهم نعم سيد عبد الناصر منذ تقدمه مدرسة الوفاة لتنمية القدرات لهؤلاء الطلب من دول العاقة لتنمية قدراتهم ليكونوا بأعلى مستوى إن شاء الله طبعا الهدف هي تنمية قدراتهم الهدف الأساسي هو تنمية القدرات أول خدمة تقدم للطالب هي عملية التقييم والتشخيص يعني أول حضور الطالب نقدم له عملية التقييم والتشخيص بناء على التقييم والقدرات اللي تظهر خلال التقييم طبعا في عنا تقييم إحنا اختبارات مقننة وفي عنا اختبارات غير مقننة في عنا لوائع في عنا قوائم المعلم يقيم قدرات الطالب الحالية حتى يحدد الخدمات الآن الخدمات تحدد حسب احتياجات الطالب هناك طالب يحتاج لخدمة الفصول خدمة الفصول طبعا فصل عادي جدا في يعني مثلا في فرع الرملة دعينا نقول من عشرة إلى 12 طالب في فرع الرموك ممكن حسب أحجام الفصول ممكن أن يصل إلى 8 إلى 10 في عنا فصول الإعاقات الشديدة تقدم لهم جميع الخدمات قد يحتاج خدمة التخاطب قد يحتاج خدمة العلاج الطبيعي قد يحتاج خدمة العلاج الوظيفي حسب طبعا مشاكله الحركية قد يحتاج إلى أشياء مثل الدعم النفسي طبعا احتياجات الأسر أطلا نعتبرها من احتياجات الطلبة فلذلك نقدم خدمة متوازية لأولياء الأمور بالإضافة للطلبة طوال العام الدراسي وعندنا عدة برامج لموضوع دعم الأسر والأسرة خاصة للأمهات يعني مقبلين على التعاون والتواصل معنا يعني نقدم لهم برامج طوال السنة تقريبا خدمة التقنيات المساندة أهم شي التقنيات المساندة هذه لدينا قسم خاص بالتقنيات المساندة التي هي التقديم التقنيات التعويضية عن مثلا نسبة عجز في جزء معين من الجسم أو زي الويدشير زي الأجهزة الأجهزة الكمبيوتر مثلا الخاصة الماوس الخاص أيضا إضافة إلى تقنيات أخرى تساعد وتعود الطالب عن العزز هذا الذي يشعر فيه مثلا في التواصل مثلا التواصل مثلا في نحن مزودين كل الطلبة في أجهزة الوحية بالتعاون مع مشروع لغتي في مدينة الشارقة أشياء كثيرة هي الخدمة التي قررتها هو الطالب يعني هي دائما تقييم المحور حول الطالب مرتبط بالطالب نفسه حتى يصل إلى الفائدة من خلال التعليم المطبق لا تحدث كذلك نساء عبد الناصر عن أهم الإنجازات التي وصلت إليها هذه المدرسة خلال هذه الفترة فترة الجائحة نعم التعليم عن بور طبعا الحمد لله لا نقطع عن كثير على فكرة زي كميل إحنا يعني السنة الماضية إحنا في الفصل الأخير كنا موجودين حضوري الحمد لله وكانت نسبة تقريبا خمسين إلى ستين في المائة حضوري من الطلبة طبعا الكادر كله حضوري كان الحمد لله الحمد لله يعني إحنا قطعنا شوط مبكر شوي وقطعنا لأنه الاحتياج احتياج الطلب للوجود في المدرسة كان جدا جدا ملح صحي نعم الضغط على أولياء الأمور كان كبير صحي ونحن بدون يعني أستاذ عبد الناصر يعني نشكركم بكل الجهود التي تقوم بها مدينة الشارقة الخدمات الإنسانية ومثلة بمدرسة الوفا لتنمية القدرات في دعم هؤلاء الطلبة وإبراز وواهبها إذن كل الشكر والتقديل أستاذ عبد الناصر أحمد درويش مدير مدرسة الوفا لتنمية القدرات فرع الرملة التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حياك الله معنا ورثنا في برنامج الله خليك إذن مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الأمسية نتمنى لكم التوفيق أينما كنتم دمتم بحفظ الله ورعايته هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية